دولياً قال نائب ممتل جبهة البوليساريو بالسويد والنرويج حد الكنتاوي أمس الخميس إن أكبر هدية للشعب الصحراوية في عام 2020 هي العودة إلى الكفاح المسلح لاسترجاع السيادة على كامل أراضيه المحتلة مبرزاً أنه لم يعد هناك ما يتفاوض عليه الشعب الصحراوية مع سلطات الاحتلال المغربية إلى الخروج من الأراضي الصحراوية المحتلة هذا وأكد الدبلوماسية الصحراوية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الرد القوي للجيش الصحراوية على الخروجات المغربية السافرة لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي باعتدائه على المدنيين الصحراوين العزل المعتصمين في القلقرات كان منعرجاً حاسماً في مصار نضال الشعب الصحراوية ضد الاحتلال المغربي الغاشم